بروجيكت براوزر او متصفح المشروع ممكن تعتبره جدول بيانات بيحتوي على كل المكونات اللي موجود عندك في المشروع موجود في الجزء السفلي على الشمال عندك تحت البروبرتز بالت هنا البروجيكت براوزر ممكن انك تغير مكانه بالسحب والافلات زي ما قولنا وتحركه في اي مكان في الشاشة ممكن تحطه فوق الدروينج اريا او علي منها او ممكن تحطه جنب لكن طبعا عشان نوفر مساحة عمل كويسة في اقتراح حلو ان احنا ممكن نعمله هو اه هو في صورة هنسحبه لغاية ما يزهر لي صورة عندي تحت جنب الموجودة في هتلاحز ان في صورة اتكونت بالشكل ده وبتقدر ان هما يشغلوا مساحة واحدة وفي نفس الوقت ممكن انتغير منهم ما بين الزرارين دولا كده يفتح لك وكده يفتح البروجيكت براوزر هنلاحز ان هما خدوا نفس المساحة لكن في نفس الوقت وفر لي مجال رؤية افضل عشان اشوف محتوى كل قايمة من دول البروجيكت براوزر طبعا ممكن ان انا اقفله بالضغط على علامة اكس زي ما قولنا وعشان ازهره تاني هروح على قايمة وعلم علامة صحة على البروجيكت براوزر هنلاحز ان هو متقسم في صورة بتحتوي على كل المكونات الخاصة بيه المشروع اللي انا شغال عليه اولا الفيوز اللي هي مشاهد الرؤية بانواحها اللي زي كان او سري دي فيو او الاليفيشن عندي بعد كده الليجنز والسكتجولز والشيتز والريفت لينك كل برانش من دول ممكن ان انا اعمله او اكسباند حسب حالته دلوقتي ده مسلا ممكن انا اقفله بالضغط على علامة الناقص اللي موجودة جنبه والسري دي فيو ممكن انا افردها واشوف محتوياتها بالضغط على علامة الزائد طيب فيه اوبشن متعلقة بكل من دول مختلفة بمعنى ان انا لو ضغطت كليكي مين على اه فيو من دول هيفتح لي قايمة فيها اوبشن خاصة بالفيو دي في نفس الوقت لو فتحت كليكي مين على السكتجولز هيفتح لي قايمة فيها اوبشن تاني خاص بالسكتجولز زي عامل سكتجول جديدة او الماتيريال تكوف وغيره طيب عندي حاجة تانية ان انا ممكن اعمل سرش جوه الكونت بتاعة البروزيكت بروزر طبعا في المشاريع الكبيرة بيبقى الموضوع ده اه في متاهات كتيرة جدا اه كل ما المحتوى بيكبر كل ما الحجم بيزيد وفي نفس الوقت بيبقى صعوبة الوصول لكل حاجة انت محتاجها بتبقى اكتر ممكن ان انا اعمل سرش مسلا ممكن اضغط على الكاتيجوري او البرانش وعمل كليكي مين ونكتب اسم الحاجة اللي انا عايز ادور عليها جوه البروزيكت بروزر وليكن مسلا ليبل واحد ونضغط على نيكست هتلاحز ان اللون بتاع الاسم اللي هتطبق مع عملية البحث هيبقى ليه خلفية رصاصي بعد كده ممكن تضغط على نيكست بحيس ان هو يغير ما بين النتاج البحث المتاحة ضغطة كمان هيظهر رسالة بيقولك انه تم انها عملية البحث وهنا هي دي كل النتاج اللي احنا اكتشفناها بعد كده ممكن انك تضغط اوكي طيب لو انا عندي مسلا زرار ده فعله امتى لما يبقى عندي ان في اسم او محتوى جوه جدول البيانات آآ اسماء الحروف اللي فيه بمعبارة عن كابتل او سمول فلازم عملية البحث الكلام اللي انا هكتبه فيها لازم يكون مطابق للاسم اللي موجود في جدول البيانات سواء ازا كان كابتل او سمول